سلة بحجم معين يملأها كل مؤد للصدقة ومحسن للجزائريين معها حكايات تروى وقصص تعددت تعبأ بما هو موجود ومتوفر من مواد غذائية يسارع زبائن المحلات التبرع بها لفك ذيق العائلات المحتاجة والمساهمة في تأمين الحاجيات المراد بها كسب الأجر حسب الإمكانية هذه القفيفة وهذه الحالة موجودة تقريبا في كل المحلات وهي أحد أنواع التضامن والناس يعاون بعضهم فيها سيختكرة وقريب رمضان فعندك تخلنا ولقيناها فراح نفركتوها سوا سوا ونشوفو وش فيها إذا حبيت بيانسوا يعطيك صحة فنشوفو وش فيها وتقدر تقولنا نتابع مأنو المحل ديالك أنا نشوفو بلي فيها بداية المقارون فيها الطعام فيها الروز فيها القهوة فيها الفريك فتقريبا فيها كل أنواع ريفيطايمة اللي يزحقها لواحد في الدار والمواطنين يدخلوها كي يشري وكذا ويلقوا ويعاونوا المشترية قاعدتك جينيرال مون اللي يقضي غير يشوف السلة هذي على باله باله بالي تعالي المحتاجين وتعالي المساكن دايما يشري حاجة زيادة ويحط فيها الجزائري يضو طبعا يستغل كل فرصة متاحة للتصدق وكسب الثواب صورة اعتدناها تتضاعف في المواسم ومع اقتراب المناسبات هذه نديرها بلا رمضان كنتنا نديرها الروحي أي إنسان نعاونه في سبيل الله نجي جايز هكذا نعاون إنسان ومعنا فقيرة ونعاون الفقير صدق الإنفاق أنفق ينفق الله عليك كنسب نديره نرمه في القفيفة هذيك وش نشري وش تكتب له مع ربي باكي سكر باكي قهوة باكي مقار لم يقدر عليها ملء السلال في سبيل التخفيف على من يعتاز الكل يساعد تجمع التبرعات والمواد وتفرغ إلى وجهتها ليستفيد منها المحتاج حسب الحاجة والأولوية مبادرة سبغتها الجزائرية وعنوانها التراحم والتصدق والتكافل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر